رسول الله قد سنى الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب إذنة الأصل يزيل قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيبة مبسمها عذير المسك بالقول فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جئتنابه نسألك عن ما الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد مرحبا بكم في الحلقة السادسة عشرة من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية كنا من بدايات هذه الحلقات أيها الإخوة نبدأ بخطوات الزواج خطوة خطوة بدأنا أولا حديثا عن حكم الزواج وعن دعوة الإسلام إلى الزواج وعن التأهيل النفسي للمتزوجين وعن دوافع الزواج ثم انتقلنا إلى اختيار الزوجة ثم اختيار الزوج ثم الخطبة ثم العقد ثم الفترة بين العقد والعرس وكانت الحلقة الماضية في ليلة العرس الآن وصل العروسان إلى داخل بيت الزوجية ما الذي ينبغي على الزوج مع زوجته داخل البيت؟ ما الذي ينبغي على الزوجة مع زوجها داخل البيت؟ إني وجدت أكمل الخلق في هذه المسألة سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم لذلك اليوم سأحدثكم عن الرسول الزوج سنتحدث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زوجاً وإن أكمل الأخلاق في البشر وأجملها وأسهلها وألطفها أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن يا أيها الإخوة ويا أيها الأخوات مدعوون ومدعوات إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أكثر من أربعين آية في القرآن الكريم تطلب من المسلم أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقتدي به والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ويا أيها الإخوة لو درستم الكمال البشري عقلاً وفكراً وخلقاً لوجدتمه في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذهبت إلى حديثه الشريف أبحث عنه زوجاً واستأذنت وتعالوا نستأذن مع بعضنا البعض لندخل إلى بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنشاهده وهو الزوج كيف يتعامل مع زوجته حتى يتعامل كل واحد فينا مع أهل بيته كتعامل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو الزوج يتحلى بعشر صفات أولاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاً يحب زوجته ويخبرها أنه يحبها مرةً أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن العاص رضي الله عنه أميراً على جيش فوقع في خاطر عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه أكثر الناس حتى إنه ظن أنه محبوب للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان ومن علي ومن سائر الصحابة الكرام فأراد عمر بن العاص رضي الله عنه أن ينتزع هذه الشهادة التاريخية من فم النبي صلى الله عليه وسلم لتسجل له في الدنيا وفي الآخرة خلى بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من تلك الغزات أو من تلك السرية وقال يا رسول الله من أحب الناس إليك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتي عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يحب عائشة وهي أحب الناس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زوجاً يحب زوجته وأنا أتخيل السيدة عائشة أمك الكريمة عندما نمى لها الخبر وتطاير إلى سمعها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غيبتها إن أحب الناس إليه عائشة ماذا ستفعل هذه الزوجة مع زوجها ستفديه بعينيها وبروحها وبقلبها قال يا رسول الله فمن الرجال أنا أريد الرجال لا أريد النساء قال أبوها أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجاً يحب زوجته ومرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم غيرنا من عائشة فأرسلنا إليه فاطمة وقلنا يا فاطمة لو حدثت أباك بابنة أبي قحافة ففاطمة سارت باتجاه أبيها وقالت يا رسول الله إن نساءك يحدثني في عائشة فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة ألستي تحبين ما أحب؟ قالت بلى يا رسول الله قال فأحب بيها فإنها حبيبة أبيكي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاً يحب زوجته ومرة ثانية تخيل السيدة عائشة عندما يصلها هذا الخبر كيف تتعامل هذه الزوجة مع الزوج يا أيها الإخوة الحياة الزوجية في الإسلام حياة مودة حياة رحمة حياة وئام ليست حياة حقوق وواجبات كأننا في قصر عدلي الحقوق والواجبات تعلن أمام القضاة أمام أقواس القضاء وأمام مرافعات القضاء أما في البيت فالبيت قائم على المودة على الرحمة على التسامح على الحب على أن أتنازل عن شيء مما أملك لزوجتي وأن تتنازل شيئاً مما يحق لها لي حتى يسلم هذا المركب وحتى يسير هذا البيت سيراً حثيثاً النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجاً يحب زوجته بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو أمام الناس ويقول الحمد لله الذي رزقني حب عائشة أول صفة للرسول الزوج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاً يحب زوجته الوصف الثاني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاً يلاطف زوجته ويمازحها وهذا خلق الإنسان المؤمن مع أهل بيته قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالجمل الأنف أين ما قيداً قاد يذهب مع أهله للملاطفة وللمسامحة وللتحابب وللتسلية وصعب ذلك الرجل الذي يدخل داره وزيراً ويخرج أميراً ربما تكون وزيراً أو سفيراً أو مهندساً أو دكتوراً أو عالماً كبيراً خارج البيت لكنك داخل البيت أنت زوج وزوجك تنتظر هذا الزوج التي تحدثه وتمزح معه ويلاطفها ويمازحها ويلاعبها ويكون معها زوجاً ودوداً حدث مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا سافر أنه يقرع بين نسائه القرعة يضع أسماءهن في مكان ثم تأخذ إحداهن أو يأخذ أحدهم ورقتان فمن خرجت أو خرج اسمها خرجت معه في السفر فكان السفر من نصيب عائشة الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر مع القافلة والصحابة الكرام ومعه زوجته عائشة في الطريق وبينما كانت القافلة تمشي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسامر زوجته قال لأصحابه تقدموا أمامنا فتقدم الصحابة أمام نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة أتسابقيني ما رأيك أن أتسابق أنا وأنت من الذي سيسابق من هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق هذا الذي إذا نزل جبريل من السماء وقف على بابه مستأذنا هذا الذي تتقرب إلى الله تعالى بالصلاة والسلام عليه هذا رسول الله محمد سيسابق عائشة قال تسابقيني يا عائشة إنه زوج يتنزل إلى زوجته يسامرها يلاطفها يمازحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان أكبر الكبراء وأعظم العظماء وأشرف الشرفاء وأنسب النسباء تسابقيني؟ قالت نعم تقول عائشة فسابقته فسبقته وكنت لم أحمل اللحم كانت صغيرة السيدة عائشة وما زالت فتية وما زال جسمها ناعما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاوز الخمسين قالت فسابقته فسبقته قال فلما كان بعد حين وكنت معه في سفر واكتنزت اللحمة صارت عائشة بدينة نوعا ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في السفر الآخر تسابقيني يا عائشة قلت نعم قالت فسابقته فسبقني فقال لي يا عائشة هذه بتلك يعني واحد واحد هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازح زوجته ويلاطف زوجته بل إنه كان في بيته أفكه الناس وتقول السيدة عائشة وقد سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تقول كان ضحاكا بساما ضحاك على وزن فعال صيغة مبالغة من اسم الفاعل يعني ليس ضاحك لا يضحك مرة كان ضحاكا ليس باسم كان بساما يحب السرور ويحب أن يدخل السرور على أهل بيته وهذا هو الزوج الذي تحبه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته كان زوجا يحب زوجته والنبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته كان زوجا يلاطف زوجته ويمازحها نتابع حديثا عن الرسول الزوج إن شاء الله تعالى بعد الفاصل لنرى كيف كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في البيت حتى نقتدي به نحن الأزواج فابقوا معنا بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل في الحلقة السادسة عشرة من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية وعنوان الحلقة الرسول الزوج دخلنا بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لننظر إليه زوجا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يحب زوجته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يلاطف زوجته ويمازحها الأمر الثالث كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجا يعين زوجته ويكون في مهنة عياله يعين زوجته ويكون في مهنة عياله والرجل الكبير هو الذي يعين أهل بيته والرجل الصغير هو الذي يعتزل أهله ولا يكون معهم حين يستطيع أن يكون معهم عندما تسأل السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع في بيته فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة عياله يساعدهم إذا كان عنده متسع من الوقت يساعدهم كان يخصف نعله ويرقع دلوه ويعين أهله فإذا حضرت الصلاة انطلق إلى الصلاة ومرة ثانية تقول بأنه كان يصنع ما يصنع الرجال في بيوتهم وهكذا الزوجة تحب زوجا قريبا منها حتى يشعر الزوج شيئا ما بما تشعر به هذه الأم والحق أيها الرجال لو جرب واحد مننا أن يبقى يوما واحدا داخل البيت ليراقب زوجته ماذا تعمل مع أولاده ماذا تعمل في دارها لوجد المشقة الكبيرة التي تتحملها هذه المرأة داخل البيت وكذلك المرأة لو أنها نظرت إلى عمل زوجها وكم يتعب وأحيانا يشقى لأجل أن يؤمن لهذا البيت النفقة المناسبة لازداد تقديرها لزوجها وللجهد الذي يبذله لكن لا بأس إذا كنت داخل بيتك في يوم من الأيام راقب هذه البطلة الجالسة في ذلك المكان كيف تنشئ نشأة كبيرة وكيف تبذل جهدا يعجز عنه رجال أحيانا والصدق أيها الأخوات والنساء أننا نحن الرجال لا نستطيع أن نقوم بما تقومون به داخل البيت ونحن كلنا شكر لما تفعلونه داخل البيوت لأن كنا تحمين ظهورنا وإن أجوركم عند الله محفوظة وإن جهودكم عندنا إن شاء الله تعالى مشكورة من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس حتى أيتها الأخت لإن وجدت من زوجك عدم تقدير فلا تحزني ولا تخافي وإن كان الأمر فيه حزن لأن الله تعالى لن يهضمك شيئا من حقك وسيعوضك إن شاء الله تعالى في أولادك وفي أهلك ثم لك في الجنة منزلة عالية بإذن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجا يعين زوجته ويكون معها في البيت في حاجاتها التي يستطيع أن يعينها بها النقطة الرابعة كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجا وفيا مع زوجته والوفاء خلق الكرام ودين الإسلام يعلم أصحابه أن يكون أوفياء وليس من سيمة الإنسان المسلم الغدر بل إن سيمة المنافق أنه غدار وينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقول أو يكتب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان أما المؤمن فهو إنسان وفي والزوج الصالح هو الوفي مع زوجته ليس ذلك الزوج الذي يأكل جهد زوجته حتى إذا مرضت تركها ومرضها حتى إذا تعبت أو أصيبت بداء عضال تركها في سرير المرض وانصرف مجغولا عنها حتى إذا بلغت من العمر عتية ودب الشيب في رأسها تركها لينصرف عنها أو تركها مهجورة في دار أو أرسلها إلى دار أهلها النبي صلى الله عليه وسلم زوج وفي مع زوجته وإنك لن تقرأ في سير الوفاء والأوفياء مع الزوجات أفضل مما تقرأ من سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإليكم البيان لقد ماتت السيدة خديجة رضي الله عنها بعد أن وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أول الواقفين في حياته وأول المساندين له أتذكرون عندما نزلت إقراء من أول من واسى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها البطلة أمنا السيدة خديجة لقد واسته بمالها وواسته بنفسها وساعدته في دعوته ومن أول لحظة في الدعوة الإسلامية كانت خديجة رضي الله عنها الزوجة الحنون والرؤوف هي أول المسلمين وأول من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم الآن بعد سنوات من الوحي ماتت السيدة خديجة ماذا سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام وفاتها سماه عام الحزن والصحابة كلهم سموا ذلك العام عام الحزن ونحن لازلنا إلى الآن نقول عام الحزن هو العام الذي ماتت فيه السيدة خديجة هذه الزوجة الصالحة التي تقوم مع زوجها هذا المقام وبعد موتها في حياتها لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة غيرها بعد موتها بسنوات تزوج وكان ممن تزوجه السيدة عائشة وكان كلما وضع في داره طعام جيد يقول خذوا هذه لصاحبات خديجة خذوا هذا الطعام لأهل خديجة كان يتذكر زوجته التي ماتت قبل سنوات يتذكرها بأهلها ويرسل إليهم الطعام وربما جاءت واحدة من قريبات خديجة فالنبي صلى الله عليه وسلم يستبشر ويكرمها ويقول لقد كانت تأتينا زمن خديجة وربما سمع صوت أخت السيدة خديجة فيضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم خديجة ما شاء الله الصوت كأنه صوت خديجة لم ينس رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته حتى آخر سنوات حياته ومن شدة ذكره للسيدة خديجة بعد موتها يذكرها ويثني عليها ويمدحها بعد موتها بسنوات غارت عائشة منها وتقول السيدة عائشة ما غرت على امرأتين ما غرت على خديجة عائشة كانت جميلة وكانت شابة وكانت فتية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا تقول أنا مفيش ولا امرأة نازعتني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يا أخي خديجة ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها ولما غضبت يوما من الأيام وازدادت غيرتها قلت السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وما تذكر من عجوز شمطاء حمراء الشدقين مسنة يعني كانت السيدة خديجة مسنة شدقاها قد قل ماءها ماء الشدقين بحيث ظهر كبر سنها قال ما تذكر من عجوز شمطاء حمراء الشدقين فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقد قالت له عائشة قد أبدلك الله خيرا منها تريد نفسها أنها هي الفتية والشابة والصبية فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها لقد وستني بمالها إذ حرمني الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وآمنت بي إذ كفر بالناس ورزقني الله منها الولد ولم أرزق من غيرها قال بعد هذا ما كانت السيدة عائشة تتكلم في حق خديجة شيئا النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة أيها الأخوات كان زوجا وفيا مع زوجته واسمعوا أيها الإخوة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة قيلت في حق السيدة صفية زوجته رضي الله عنها مرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السيدة صفية بخير أمام إحدى زوجاته الأخريات فغارت الزوجة الثانية وقالت حسبك من صفية إنها وأشارت بيدها أنها قصيرة ولم تقل كلمة قصيرة لكن أشارت بيدها في إشارة إلى أنها قصيرة وصفية الزوجة فعلا كانت قصيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذ غضب لقد قلت كلمتان وهي إشارة لو ألقيت في بحر لو مزجت في بحر لمزجته لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم أحد بحق زوجته شيئا لم يرضى ذلك شرعا ولم يرضاه وفاءا لهذه الزوجة التي وقفت معه في مواقف الشدة كما وقفت معه في مواقف الرخاء أما الزوج الذي يتكلم في حق زوجته في غيبتها أما الزوج الذي إذا جلس مع أمه قال يا أمي زوجتي ليست جيدة زوجتي تفعل زوجتي تأتي أما الزوج الذي يتكلم أمام أصحابه يقول والله أنا غير مرتاح في بيتي والله زوجتي معزبتني والله هذه زوجتي ياريت عندي غيرة الله يجعل يوم أبل يومي يومي أبل يوم هذا الزوج لونما هذا الكلام إلى زوجته كيف ستتعامل معه لقد فدت نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول الكريم بالمهج لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب زوجته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف زوجته وكان النبي صلى الله عليه وسلم زوجا يفي لزوجته وكان وفيا مع زوجاته أيها الإخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل بيته كان زوجا يتصف بصفات عشرة كان زوجا يحب زوجته وكان زوجا يعين زوجته وكان زوجا يلاطف زوجته وكان زوجا وفيا مع زوجته تحدثنا في هذه الحلقة عن هذه الأربعة نتابع إن شاء الله الستة الباقية في الحلقة القادمة من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول الله قد سنى الزواجة لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب بذنة الأصل يزيل قدها دين كساها حلة الفضل ترجمة نانسي قنقر